السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عمليم اي ربكم بغير? نقدر نشتغل مع بعض فستان العيد كل زي انا وانت طيبين. اه طبعا احنا لسه تقريبا في نص رمضان بس باقي هنشتغل مع بعض فستان العيد للبناتات الامارات وهنشرح مع بعض ازاي ناخد المقاس بتاع الفستان ونعمله باي مقاس اي مقاس انت حبيه من اول يوم لغاية بقى حسب ما انت حب. اه قبل ما نبدأ لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي زرارة جرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عاكمك. هنسمي بالله ونبدأ مع بعض تفاصيل الفستان بتاعنا ايه? طبعا زي ما انتم شايفين الفستان اه نصه كروشي ونصه قماش انا هشتغله بخيط ليزا ديفا هشتغل الدرجة دي دي الوحدات اللي انا عملتها طبعا لسه هنشتغل مع بعض الوحدة هشتغل بابرة مقاس واحد وتسعة تقدري تشتغلي بابرة مقاس اتنين حسب شدة ايديكي للابرة. اه مقاس من واحد ونص الى اه اتنين اه وربع اتنين ونص حسب شدة ايديكي. بس انا هشتغل بواحد وتسعة. وهو مزورة وهحتاج مقاس وابرة تنظيف. وهتحتاج ابرة خياطة لو هتخياطي على ايديكي مش على مكانة. ابرة الخياطة غير ابرة التنظيف. ابرة التنظيف بتبقى تخينة كده وساميكة لكن ابرة الخياطة رفيعة. اول حاجة هنبدأها. احنا هناخد المقاس ازاي? طبعا اونسيت اقول لكم اهم حاجة قماش انا هشتغل بقماش قطن. اه ده قماش قطن في سكوز. انا جايبة متر هعمل الفستان لبنوتة سبع سنين. المقاس بتاعي اللي انا هشتغلو سبع سنين. يعني هنقول لو مشيتي على نفس الخطوات دي هيبقى من ست لتمان سنين. يعني هشتغلو سبع سنين ممكن يناسب لاصغر سنة والاكبر سنة. تمام? انا جبت متر قماش. متر قماش. علشان حبه ان الفستان يبقى بكلوش. وطبعا هو هيتبقى منه. وهناخد منه نعمل الحملات بتاعة الفستان زي ما انتم شايفين صورة الفستان. اول حاجة هنبدأها مع بعض هي مقاس الفستان. ازاي اخر المقاس على البنوتة ازاي? اول حاجة هنحتاج هيبنات هو محيط دوران اعلى الوسط بتاع البنت. اعلى الوسط اللوها من عند تحت الابط. بالنسبة للمقاس عندي هيبقى سبعين سنتي. سبعين سنتي ده المقاس المناسب لبنت سبع سنين. وخدوا بالكو. في حاجة مهمة جدا. المقاس مش كل الاطفال جسمهم زي بعض. انت هتاخدي المقاس عندك. ماشي? وتقسميه كده على اتنين. هتقسمي طبعا المزورة كده بالنص. تمام? انا عايزة وحدات نفس المقاس ده. تمام? نفس المقاس ده. فانا كده هعمل اربع وحدات للامام. واربع وحدات للخلف. انا بالنسبة لي اهو. شايفة? المقاس اهو على المزورة مزبوط. طيب فرضنا انت انت هتعملي اربع وحدات للامام واربع للخلف. طيب فرضنا انت حبيتي تصغري عن كده. هتقليلي عدد ادوار المربع بتاعك. يعني انا عاملة واحد اتنين تلية اربعة خمسة ستة ادوار. المربع بتاعي ست ادوار. ماشي? فانت ممكن تعملي اربع ادوار وتقيسي المربع بتاعك. احنا زي ما قلنا عايزين اربعة للامام واربع للخلف. هو فعليا بيبقوا ايه? تلاتة للامام وتلاتة للخلف واتنين للجنبين. بس احنا بنقول اربعة للامام واربعة للخلف. طيب. انا عندي المربع كام سمتي? عندي انا المربع تسعة سمتي. تمام? فانت لو جيتي ضربتي التسعة في التمانية هيطلع لك هو المقاس المناسب بالنسبالي. طيب فردنا انا عايزة مقاس اقل من السبعين سمتي اللي انا عاملاهم او اتنين وسبعين سمتي اللي انا عاملاهم مثلا. هعمل ايه? هتعملي مربع وتقسي. يعني مثلا انت رقيت المقاس اللي انت عاوزة اصغر. هتعملي ايه? هتقسمي العرض بتاع المربع دوت وتضربيه في التمن مربعات. طلع المقاس المزبوط اللي انت بالنسبالك. خلاص تمام. ما طلعش مزبوط. هتقللي المربع وتقسيه برضو. وتضربيه في التمن مربعات وتشوف هيطلع لك كام سنتي. حبيت تعملي مقاس اكبر شوية. يعني اكبر من بين سبع سنين. حبيت تعملي تمانية او تسع سنين. ماشي? هتعملي ايه? هتزود دي سطر واحد وتقيسي برضو المربعات بتاعتك وتشوف التمن مربع دول هل هيجوا يلفوا على جسم البنت من عند تحت الايبط كده. داير ما يدور من عند المنطقة دي اللي فوق. زي ما قلنا اللي تحت الايبط لفوق الوسط. ولا لأ? تمام? طيب. نشوف مع بعض بقى ان شاء الله بامر الله هنشتغل المربع ازاي? زي ما قلت لكم انا هشتغل بخيط اليزا ديفا وبابرة واحد وتسعة. الحاجة في الفستان دا يا بنات انك انت ممكن ببواء خيوط تعملي فستان. بواء خيوط تعملك فستان. بقرة خيط تعملك اكتر من فستان زائد قماش. انت لو عندك اي قماش عندك جنز اي قماش موجودة عندك هتعملي منه فستان حلو جدا ومميز يعني. اول حاجة هنعملها مع بعض هنعمل دايرة سحرية او ماشي كرينج اهو بسوا. الماء الابرة الخيط القصير في ايديا كده. والطويل في ايديا اليمين. هلف كده اهو. هنا هيبقى زي علامة فيه. ولف كده وبقى معايا حلقتين. هدخل من اللي تحت اسحب اللي فوق. واخرق. تمام? بعد كده هعمل عقد التسبيت بس. هشد شوية الغرزة العقدة الصغيرة دي. واطلع تلات سلاسل ارتفاع. ودول معايا اول عمود. بعد كده هدخل اشتغل داخل الحلقة بتاعة الدايرة السحرية. حداشر عمود. على ده يبقى معايا اتناشر عمود. ده كده اول واحد. هشتغل التاني. التالت. التالت. الرابع. الخامس. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. ناخد بالنا. علشان خاطر احنا كنا بنبقى شغلين على الفطلة الصغيرة معها. وبتبقى سايبة. جزء طويل كده من الفطلة عشان اهم حاجة تنظيف بداية او سنتر الدايرة. علشان ما يفكش منك. بتشدي كويس اهو كده وخلاص. بتيجي انت عندك التلات سلاسل. اهم ما بتقفليش فيهم. بتقفلي في اول غرزة عمود عملتي. هتحت الحلقتين. هندخل نقفل بمنزلكة. بعد كده بطلع تلات سلاسل ارتفاع. وبدخل في الفراغ اللي جنب الغرزة دي على طول. وبعمل غرزة عمود. عشان يبقى معايا هنا عمودين. ودول هيبقوا مكان اول غرزة في الشغل. وبعدين هعمل السلسلة. هيجي للفراغ اللي بعد كده انا كده اشتغلت ده هنا في اول فراغ اللي هي السلسل اللي طلعت بيها. وعملت العمود هنا في اول فراغ. الفراغ اللي بعده اللي بين السلسلتين. هنا. هدخل هشتغل غرزة يعني ايه غرزة كلاستر? هاخد لفة على الابرة وادخل واسحب الخيط. واسحب من حلقتين ويبقى معايا كده عمود غير مكتمل. معايا حلقتين على الابرة. هاخد لفة وادخل تاني في نفس الفراغ. واسحب الخيط. واخرج من حلقتين. هيتبقى معي تلت حلقات هاخد لفة واخرج من التلاتة مرة واحدة وبعدين اعمل سلسلة. كده ده غرزة كلاستر من عمودين فقط. هاخد لفة على الابرة وادخل في الفراغ. اللي بعده. اهو بين العمودين. هنا. وهشتغل تاني غرزة كلاستر من عمودين. اه دي عمود غير مكتمل معي حلقتين. هاخد لفة وادخل تاني. اطلع معي اربع حلقة هخرج من حلقتين. ييتبقى تلاتة. خد لفة واخرج من التلاتة. واعمل سلسلة كده. دي ايه? غرزة زي ما قلنا كلاستر من عمودين. خد لفة وادخل بين العمودين اللي بعد كده. واعمل برضو غرزة كلاستر من عمودين. وبعدين اعمل سلسلة. الفراغ اللي بعده. كده انا هعمل كام غرزة كلاستر? احنا قلنا العمود اللي عملناه بعد السلسل في الغرز الاولى. ده اول دول هيبقوا كده كأنهم اول كلاستر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا هيبقى معي اتناشر. تمام? اعمل سلسلة. وادخل اعمل رقم ستة غرزة كلاستر الرقم ستة. هشرحها معكم تاني عشان البنات المبتدئات اللي بيتابعونا. هعمل سلسلة. وادخل بين العمودين. بص يا بنات بندخل فين? هنا. بين العمودين. بين العمودين. ناخد لفة على الابرة وندخل نعمل عمود غير مكتمل. ناخد لفة تاني وندخل نسحة بنعمل عمود تاني. غير مكتمل. بقى معي تلات لفات على الابرة. هخد لفة واخرج من تلاتة مرة واحدة وبعدين سلسلة. اهو يا بنات. معي اخر كلاستر. عشان تتأكد انك ماشي صح. عديهم. عديهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر كلاستر. وحاجي فوق العمود مش مش في السلاسل خالص فوق العمود اللي عملته. هنا واعمل منزلقة. واروح بمنزلقة على الفراغ ده كده اطلع فيه. بعدين اطلع تلات سلاسل ارتفاع. واشتغل جوه في نفس الفراغ كمان عمودين. عشان يبقى معي كده تلات اعمدة. وبعدين سلسلة. ادخل على الفراغ اللي بعده. اعمل تلاتة اعمدة. واحد اتنين. تلاتة. وبعدين سلسلة. وبعدين الفراغ اللي بعده. تلاتة اعمدة. واحد اتنين تلاتة. وبعدين سلسلة. هكمل كده لنهاية الدور الفراغ اللي بعده تلات اعمدة وبعدين سلسلة وهكذا تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة هخلص للنهاية وارجعلكه تاني. صلت هنا خلاص لنهاية الدور. هقفل بمنزلقة في اول عمود انا عملته. هنقفل بمنزلقة في اول عمود احنا عملناه. بعد كده همشي بغرز منزلقة علشان اوصل للفراغ ده. هنا هطلع تلات سلاسل ارتفاع. واعمل في نفس الفراغ عمودين كمان عشان عايزة اعمل صدفة. هنعمل الاركان بتاعة المربع. احنا خلاص كده دائرة. هنعمل بقى نشكلها مربع. كده. عملت هنا التلات سلاسل دولك انهم اول عمود وكمان عمودين يعني كده تلات اعمده. سلسلتين كمان تلات اعمده في نفس الفراغ. تلاتة. تمام كده? وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعده هشتغل فيه تلات اعمده بس. اتنين. تلاتة. وبعدين سلسلة. والفراغ اللي بعده برضه هشتغل تلاتة اعمده بس. اتنين. تلاتة. وبعدين نعمل ايه اللي عملناه في الصدفة دي? هنعمل هنا برضو صدفة. عشان ده الزاوية التانية من المربع هشتغل. تلاتة اعمده سلسلتين تلاتة اعمده. اتنين. تلاتة. بعدين سلسلتين تلاتة اعمده. اتنين. تلاتة. وبعدين هعمل سلسلة الفراغ اللي بعده هشتغل فيه تلاتة اعمده بس. تلاتة. وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعده تلاتة اعمده برضو بس. اتنين. تلاتة. وبعدين سلسلة. بعد كده الفراغ اللي عليه الدور ده هيبقى ايه? هيبقى الصدفة التالتة او الزاوية التالتة او الكورنر التالت للمربعة. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين سلسلتين وفي نفس الفراغ بعمل تاني تلاتة اعمدة. اتنين. تلاتة وبعدين سلسلة. بعد كده الفراغ اللي بعده هشتغل تلاتة اعمدة بس. تلاتة وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديه برضو تلاتة اعمدة بس. بعدين سلسلة. وبعدين الفراغ اللي بعديه هشتغل الصدفة الربعة او الكورنر الرابعة. واحد اتنين تلاتة. سلسلتين. كمان تلاتة اعمدة. واحد اتنين تلاتة. وبعدين سلسلة. بعدين هشتغل في الفراغ ده تلاتة اعمدة واللي بعديه برضو تلاتة اعمدة. تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. وبعد كده باشتغل سلسلة وبقفل بمنزلقة في اول عمود انا عملته. مش في سلاسل الارتفاع. في اول عمود انا عملته قفلت بمنزلقة. وايه دي الشكل معي. بعد كده همشي بمنزلقة كده علشان انتقل الى الزاوية دي او الفراغ ده اللي فيه منتصف الصدفة. وهطلع تلات سلاسل الارتفاع وهكون صدفة فوق الصدفة. واحد. اتنين تلاتة. هشتغل هنا عمودين كمان عشان يبقى معي كده تلاتة اعمدة. سلسلتين. كمان تلاتة اعمدة في نفس الفراغ. اتنين. تلاتة. وبعدين بعمل سلسلة. واشتغل في كل فراغ هيقابلني تلاتة اعمدة. تلاتة. سلسلة برضو في الفراغ اللي بعديه تلاتة اعمدة. سلسلة. كمان تلاتة اعمدة في الفراغ اللي بعد كده. تلاتة. سلسلة بعد كده بشتغل ايه? فوق الصدفة هنا هشتغل صدفة زي ما عملت كده. يعني انا عندي بشتغل فوق الصدفة في كل مرة بشتغل صدفة. مكونة من تلاتة اعمدة سلسلتين تلاتة اعمدة. تلاتة. تمام? بعد كده يا بنات بعمل ايه? بعمل سلسلة. واجي في الفراغ اعمل تلاتة اعمدة. تلاتة. سلسلة. سلسلة وهكزا بقى هشتغل في الفراغ ده برضو تلاتة اعمدة تلاتة اعمدة وهيجي هنا في الكورنر هشتغل زيها زاوية او او صدفة. ماشي. وبعد كده بعمل سلسلة. واشتغل في الفراغ هنا تلاتة اعمدة. وفي الفراغ ده تلاتة اعمدة. وهنا تلاتة اعمدة. وبعدين هنا صدفة فوق الصدفة. وهكزا لنهاية الدور. هخلص الدور وارجع لكم بعد ما وصلت لنهاية الدورة هي بنات هقفل بمنزلقة في اول عمود زي ما احنا متعودين لو انت هتشتغلي الفستان ده لمقاس خمس اربع سنين خمس سنين هتستكفي بمقاس الوحدة كده لو هتشتغلي لسن اربع الى خمس سنين هتكتفي بالوحدة كده فقط بالواحد اتنين تلية اربعة خمس ابل خمس ادوار دول هتكبل المقاس زي ما انا هشتغل هنكمل دور كمان هنعمل ايه هنمشي زي المرة اللي فاتت بالزبط بمنزلقة كده لغاية الزاوية ونشتغل فيها تلت سلاسل عمودين عشان يبقوا دول تلت اعمدة سلسلتين وتاني في نفس الفراغ تلت اعمدة عشان نكون اول صدفة سلسلة وزينت نفس السطر اللي فات بالزبط في كل فراغ هنشتغل تلاتة عمود سلسلة هدي تلاتة عمود سلسلة ننتقل للفراغ اللي بعدي تلاتة عمود تلاتة وهكزا تلاتة عمود في كل فراغ هنشتغل تلاتة اعمدة وفي هنا في الصدفة هنشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود لنهاية السطر يعني هنكرر السطر اللي فات بالزبط هخلص السطر وارجح لكم ان شاء الله دي بنات وصلت خلاص لنهاية الدور هقفل بمنزلقة في اول عمود عملته تمام وهقص الخيط خرز التسبيت كده ونقص الخيط طيب عايزين ننضف مع بعض الوحدة علشان البنات اللي بيسألوني دايما عن التنظيف رغم اني دايما 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 بشرحه معاكم لازم ننضف الوحدات بتاعتنا تنظيف احترافي اللي بيفرق الشغل بصوا انا بسيب دايما جزء طويل كده زي ما انت شايفها كده اه بحضر في الخيط بس بأمن شغلي تمام التمام 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 طيب انا قلت الطريقة دي قبل كده وهقولها تاني طيب انا بلضم الخيط وبنضف طيب فرضنا انت سايبها حتة خيط صغيرة مش هتعرفي تلضمي هتعملي ايه هتاعترمي الشغل الابري هنا ما لضمتهاش هدخلها كده في قلب الشغل الاول وامن كده في قلب نسيج الغرز من ظهر الغرز من ظهر الوحدة بصوا انا دخلت حبة قد ايه بعد ما بتدخل الحبة دول بتوحي لضمة الخيط كده لو انت معاك المساحة قصيرة ومش مساعدك وانت بتنظفي اهيه وتروحي شدة كده واهو كده خلاص احنا بقينا تمام التمام التمام مزيل فل كده شغلي امان نيجي بقى لديه مهمة جدا دي تتنظف كويس جدا جدا يعني مش قادر اقولكو ازاي تنظى الابري راحت فيه بسم الله الرحمن الرحيم الجزء ده يتنظف لان ده ايه غلطة فيه ايه غلطة فيه خلاص شكرا الفستان بتاعك كله على بعضه بوز لان ده السنتر بتاع الدايرة هتنظفيه كويس قوي زي ما نظفنا الجزء اللي فوق بس ده بقى اتعبي عليه زيادة شوية ده لازم يتأمن يعني عايز اقول لكو كده ايه خياتوا بزم وضمير طبعا فيه ناس مش محتاج ان انا اقول لها كده انا بقول كده يا بنات وبشرح عشان البنات المبتدئات الدايرة ده انا عايز اقول لكم ان انا زمان زمان بسبب ان انا ما كنتش مقفلة الدايرة ومقمنها كويس فيه عندي كنت عاملة حاجة وحدات يعني وبوز بسبب الموضوع ده زمان فبصوا عارفة العلام بقى هو الحاجات ديها اللي بتعلمه تمام? احنا طبعا كده ايه مكنناها كويس قوي 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 تمام التمام زي ما قلت لكم ضف دهر الشغل يا بنات تمام كده هالوحدة بتاعتي بقيت نديفة وشكلها محترم اهي. طيب هنضف بقية الوحدات ونرجع نشوف هنشبكهم مع بعض ازاي. اهلوا بقى يا بنات نجمع الوحدات. احنا معينا كده هم وحدتين هنجمع احنا المفروض التمن وحدات كلهم هيتجمعوا مقفولين. تمام? طيب في حاجة مهمة قوي عايز اقولها لك انت بعد ما تشبك التمن وحدات هيبوا زي الشريط كده قبل ما تقفليهم في بعض. مع اخر اخر وحدة في اخر وحدة اسيهم على البنت برضو احتياطي قبل ما تسبتي وقبل ما تقفلي وقبل ما تخيطي وقبل ما تعملي اي حاجة عشان تتأكدي من المقاس مزبوط على البنت قبل ما تقفلي ممكن يطلع واسع شوية تحتاج تشيلي واحدة. تمام? ممكن يطلع ديق محتاجة تحطي واحدة. ماشي? طيب هعمل ايه? هجيب الظهر قدام الظهر وحطوهم كده على بعض. الظهر. اهو على الظهر. وهاجي احنا كنا بنعمل في الزاوية هنا سلسلتين. هاجي على السلسلة التانية. هسيب السلسلة الاولى هي وادخل في السلسلة التانية. في الحلقة اللي جوه الشغل. وهاجي هنا على السلسلة التانية برضو. ماشي. احنا معايا حلقتين اهم. معايا حلقتين. هاتخد الحلقة الداخلية. انا كده معايا حلقة داخلية مع حلقة داخلية. اللي هي الباكلوب. باكلوب قدام باكلوب. تمام? وهسحب الخيط بتاعي اللي انا شغالة بيه اهو. واعمل غرزة تسبيت كده. هاجي بقى هيقابلني اول عمود هنا واول العمود هنا هيخد. الغرزة الداخلية. هنا مع الغرزة الداخلية هنا. وعمل ايه? منزلقة. حتة الخد دي احنا هننظفها. اهي. دي هتتنظف. هنيجي هنا الغرزة الداخلية مع الغرزة الداخلية وعمل منزلقة. العمود التالت اهو الغرزة الداخلية بتاعته مع الغرزة الداخلية. العمود المقابلية. اهو. واعمل منزلقة. هيجي معي الغرزة السلسلة اللي في النصة اهي. وغرزة السلسلة اللي في النصة قدامها. اخد اللفة اللي هي داخل الشغل. مع اللفة اللي هنا داخل الشغل. واستحب واعمل منزلقة. وهكزا بقى لنهاية السطر. تمام? اهو. لازم تتأكد ان غرزة قدام اختها علشان يطلع الشغل مزبوط. اهو. داخلية والداخلية. واعمل منزلقة. تمام? اهي. هقفل بقى دي كده لغاية. هقفل دي لغاية النهاية. بنفس الطريقة غرزة قدام غرزة. ماشي لغاية ماوصل لايه? التلات اعمدة دول اقفلهم. وكمان سلسلة واحدة. زي ما خدنا سلسلة واحدة من فوق هناخد سلسلة واحدة من تحت. هكملها تقفيل وارجح لكم. خلاص يا بنات بعد ماوصلت اهو. اقفلت. هقفل هنا. وهنضف الخيط ده والخيط ده هنضفه. بعد كده بشبك برضو الوحدة التانية. اشبكها ازاي برضو. الضهر اهو. مع ضهر الوحدة في وش بعض. وبوصل بنفس الطريقة. مع في السلسلة هي اللفة الداخلية. مع اللفة الداخلية للسلسلة. وبوصل الخيط بتاعي. مع ترك مسافة منسبة للطنظيف. نقفل كده واخد اللفة الداخلية اول عمود مع اللفة داخلية واقفل بمنزلقه. وهنا تاني اللفة الداخلية. اللفة داخلية. منزلقه. اللفة الداخلية هي بالنسبة لي للعمود ده الباكلوب. وهنا بالنسبة لي قدامي الفرانت لوب. اهي. ومنزلكم. بس انا بسهلها علي وعليك وقل لكم ايه? اللفة الداخلية من هنا واللفة الداخلية من هنا. اللي هي جوه الشغل. تمام? اخذ بالك عشان ما تسقطيش غرزة. ماشي. وهقفل برضو للنهاية كده. وبعدين هركب العمود ده برضو. واقفل كده. والعمود ده واقفل كده. هركب ايه? التمن اعمدة كلهم بنفس الطريقة. اخيطهم او اقفلهم مع بعض. نخلص التمن قصدي سورة التمن مربعات. وانتي على حسب ما انت عاملة عدد مربعاتك. نقفل المربعات كلها مع بعض. ونرجع ان شاء الله بقى امر الله. هاجة بنعملها يا بنات بناخد مقاس الفستان بتاعنا او مقاس البنت بتاعتنا. بناخد المقاس ازاي بنلف المزورة كده من تحت الابط ده اول مقاس من تحت الابط. عايزة محيط دوران تحت الابط مش الوسط لأ تحت الابط. تمام? آآ انا بالنسبالي هعمل تقريبا ستين سمتين. آآ بعد كده بتحتاجي طول بقى الفستان ده بتحدديه بعد بتعملي الجزء بتاع الصدر بتحدديه ده بقى بيبقى في القماش. تمام? ومقاس الحمالة بتاخدي مقاس الكتف بتاع البنت. دي المقاسات اللي انتي بتحتاجيها. اهم حاجة انا دلوقتي لما اخد مقاس محيط دوران بتاع وسط البنت آآ مش الوسط السوري اعلى الوسط الابط كده. من دوران الصدر. بتاع البنت. لما اخد ده المحيط ده بقسموه على اتنين. انا عايزة كده وهو على اتنين كده عايزة اعمل. المقاس اللي هيطلع لي تقريبا انا زي ما قلتلكم هعمله ستين سنتي لاتنين وستين تلاتة وستين حسب اللي ما يطلع معي هتعمليها ازاي هيبقى عندي تلات مربعات قدام وتلات مربعات في الخلف. عندي كل مربع هيبقى بالنسبة لي انا هنا كده كل مربع تقريبا آآ تسعين آآ تلاتين سنتي سوري آآ تلاتين ايه لأ عشر سنتي اسفة كل مربع عشان الامام قصدي يعني الامام هيبقى تلاتين سنتي والخلف تلاتين سنتي. تلات مربعات في الامام وتلات مربعات في الخلف. طب لو انا عايزة يبقى اصغر من كده. انا سنتي. لو انت حابة الفستان مقس البنتي يبقى اصغر من كده هتستسني سطر من سطور المربع. تمام? نشوف بقى احنا ايه? هنشتغل مع بعض ازاي? احنا بعد ما شبكنا خلاص الستة وحدات اهم وقفلناهم خلاص بصوا شايفين ازاي? واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. تمام كده? هجيب الخط بتاعي. وهشبكه في اي مكان. هنا وليكن هنا. طلع سلسلة. جنبها هنا في على العمود هشتغل غرزة حشو. هشتغل غرزة حشو فوق كل الغرز اللي هتقابلني. يعني فوق الاعمدة هشتغل غرزة حشو في الفراغ هشتغل غرزة حشو فوق السلسلة. وبعدين فوق الاعمدة هشتغل فوق كل عمود خرزة حشو. وفي الفراغ هشتغل غرزة حشو. وهكزا. عايزة ابروز الجزء ده كله. خدوا بالكو احنا هنشتغل كده هنبروز الجزء ده من فوق ومن تحت. بس طبعا احنا شغلنا الاول دلوقتي فوق. علشان نعمل الصدر بتاع الفستين من فوق والحملات. فوق كل غرزة هتقابلني غرزة حشو. خلص لغاية ماوصل لهنا ونرجع. طبعا انتو فاكرين ان احنا كنا عمل شبكنا هنا بغرزة وسكننا سايبيين غرزة. هنشتغل فوقها غرزة حشو. وهنيجي فوق التشبيك ده هنا. هنشتغل غرزة واحدة حشو. وللفراغ اللي بين السلاسل هنا غرزة حشو. يعني فوق كل غرزة. غرزة حشو. هكمل بقى داير ميدور خالص الشغل بتاعي ده. فوق كل غرزة غرزة حشو. هكمل بقى لغاية ماوصل للبداية بتاعتي هنا. هكمل كله. لغاية ماوصل لهنا. غرزة حشو هنرجع تاني. وصلت هنا لاخر غرزة. هقفل في اول غرزة انا عملتها اول غرزة حشو عملتها. هقفل فيها بمنزلقة. وهاقص الخيط. تمام كده. وهمسك الوحدات بتاعتي. علشان احدد المكان اللي هعمل فيه هطلع فيه بباقي الصدر. طيب انا معايا على متين. الوحدة اللي في البنتصف انا ما بشتغلش معها حاجة. بيجي على الوحدة اللي في الجنب هنا. عندي ادي تلت علامات وادي تلاتة. تلت تلت اعمدة يعني وتلت اعمدة وبيجي قبل دي. قبل التانية وبحط العليمة. تمام? شايفين حطينها فين? وهكزا. طبعا زي ما قلنا المربع اللي في النص ما لناش دعوة به. المربع التاني. برضو ادي تلاتة بس بهم. والتلاتة اللي جنبهم وبحط العليمة بعدها. تمام? عشان انا عايزة اطلع بالصدر بالجزء ده. طبعا انت بتحددي المقاس اللي انت عاوزاه عندك الصدر بتاقي الفستان عندك حبة انك انت تعمليه عرضة قد ايه? هجيب بقى على عدلة الشغل بتاعي. انا حطى العلامة بتاعتي هنا خلاص. بيجي جنبها هنا. اهو. هنا. وبشبك الخيط بتاعي. سميه بجيب الخيط. الخيط بتاعي اهو. بشبكه. وبطلع بسلسلتين ارتفاع. وبدخل في نفس الفراغ واعمل غرزة عمود. وفوق كل غرزة هشتغل غرزة عمود بلفة عادي. اهو. فوق كل غرزة هشتغل غرزة عمود يعني فوق كل غرزة حشو احنا عملناها. هشتغل غرزة عمود. العلامة الاولى خلاص انا مش عوزاها انا كنت بحدد بيها بس. هشتغل بقى فوق كل غرزة. غرزة عمود واحد لغاية ما وصل فين? طبعا بينا للعلامة التانية. اهو. فوق كل غرزة هتقابلني لغاية العلامة. هشتغل غرزة عمود. طبعا ما تنسيش اشتغلي على الخط بتاعك بتاعي البداية. علشان يبدا يرى معينا هتشتغل عليه لغاية ما يخلص فوق كل غرزة حشو هنشتغل غرزة عمود. هخلصهم لغاية العلامة وهنرجع داني. وصلت هنا يا بنات لفوق التلات اعمدة دول زي ما انا عملت هنا اهم. وصلت لنفس المكان هنا عند العلامة. وخلاص هشيل العلامة. ملهاش لازم. سلسلتين ارتفاع هطلعهم. ولف الشغل وادخل في اول غرزة واعمل غرزة عمود. تمام? هسيب الغرزة اللي اللي بعد العمود ده على طول وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة عمود. وبعدين ارجع للغرزة اللي سبتها اعمل فيها عمود. عشان نعمل ايه? نعمل غرزة الكروس او غرزة الفي. ماشي? بعد كده بسيب العمود اللي بعدها وادخل في العمود التاني واعمل عمود. وبعدين ارجع للعمود اللي سبته اعمل فيها عمود. بعد كده بسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود. وبعدين ارجع لها تاني واعمل فيها عمود. وهكزا بقى لغاية النهاية. خدي بالك عشان خطر ما تدخليش في الغرزة مرتين. هنسيب الغرزة وادخل في اللي بعدها. هنعمل عمود. ونرجع لها تاني نعمل فيها عمود. هنبدل شغالين كده لغاية نهاية الاعمدة بتاعتنا. هخلص السطر وارجع له تاني. بعد ما خلصت كل غرز الفي او الكروس. اخر غرزة بتبقى معاي عمود زي اول غرزة ما كانت عمود فقط. بعدين باطلع سلسلتين ارتفاع والف الشغل. وبعمل عمود فوق كل غرزة. يعني يعني غرز الكروس دي هشتغل عمود عادي فوق كل غرزة. سطر عمود فقط بلا اي حاجة. هخلصوا لنهاية الدور. سطر عمود. عمود فوق كل غرزة. للنهاية وارجع لكم. بعد ما خلصت سطر الاعمدة هرتفع سلسلتين. هلف الشغل بتاعي وهشتغل في اول غرزة غرزة عمود. بعد كده هتكرر السطر اللي فيه غرزة الكروس او غرزة الفي. هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود. وارجع للغرزة اللي سبتها تاني اعمل فيها عمود. وبعدين نسيب غرزة وندخل في اللي بعدها نعمل عمود. بعدين نرجع لها تاني نعمل فيها عمود. وهكزا لنهاية السطر واخر غرزة معانا بتكون غرزة عمود زي اول غرزة. هخلص السطر ونرجع ان شاء الله. زي ما قلتلكو اخر غرزة بتكون غرزة عمود زي اول غرزة. نطلع سلسلتين ارتفاع وده اخر سطر بالنسبة لي. هعمل فيه اول غرزة عمود. وفوق كل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة عمود بلفة. فوق كل عمود هشتغل عمود بلفة. هخلص بقى السطر ده. فوق كل عمود عمود لنهاية السطر ونرجع تاني ان شاء الله. بعد ما وصلنا لاخر عمود في السطر. هنعمل سلسلة كده واشتغل بقى على الجنب هنا. انا عايزة بروزها بقى بروز دي كلها كده. من هنا الهنا الهنا وارجع لهنا تاني. ارتفعت السلسلة وهدخل هنا اعمل غرزة حشو. وكمان غرزة حشو على العمود المائل. هروح هناك كده وعمل غرزة حشو. هبروزها كلها بغرز حشو. اهه. في كل عمود مائل هعمل فيه غرزتين في واحد. واللي بعدي غرزة واحدة. واللي بعدي غرزتين. هننتقل على الغرز الحشو دي. وهعمل برضو فيه كل غرزة غرزة حشو. هعمل فوق كل غرزة غرزة حشو. على المكان ده كله. وارجع اشتغل هنا تاني. برضو على الجنب ده كده كل غرزة غرزة حشو. بفوق هنا كده كل غرزة غرزة حشو. لغاية ما وصل للسلسلة هنا. اقفل بمنزلكة وقطع الخيط. هخلص ده. ونرجع علشان نشوف هنعمل ايه تاني. وصلت كده خلاص للنهاية. اهو قطعت الخيط. انا كده بالنسبالي صدر الفستان من فوق كده. خلاص خلص. لسه هنركب بس الحملات القماش. تمام? طيب. نشوفها مع بعد كده احنا عملنا الجزء ده عرضه كام? وطوله كام? بالمزورة. عشان لو انت شغالة بخيط غير بتاعي. سبتاشر صمتي العرض بتاع الجزء ده. وطول الجزء الصغير ده فقط. اربعة صمتي. طول الجزء ده. اهو اربعة صمتي. طول الجزء بتاع الصدر كامل. طول الصدر كامل اهو من هنا. اتناشر صمتي ونص. ليش سهاشتغل سطر حشو تحت يعني قوله هيبقى ان شاء الله كده طوله من هنا كده كله كده تلاتاشر صمتي. ماشي? انا كده قطعت الخيط من هنا. ده هشتغلها في الامام بس لخلف الظهر ما فيهاش. في خيط انا عايز يتنظف. بعد كده هنشتغل سطر حشو في اسفل المربعات زي ما كنا شغالين سطر حشو فوق. هنوصل الخيط في اي مكان تحت. في الاسفل طبعا اتخذ بالك من ظهر الشغل ووش الشغل. تمام? هنوصل من هنا مسلا. هدخل اعمل غرزة حشو. وزي ما عملت فوق هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. يعني هطوق المكين كل ده بغرزة حشو. بنبروزه. بنشتغل على الخيط بتاعنا. تمام? هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. داير ما يدور لغاية مرجع اوصل هنا تاني. هخلص غرز الحشو لغاية البداية هنا. ونرجع بقى علشان نشوف الجزء القماش هنركبه ونعمله ازاي. ترجمة نانسي قنقر